بسم الله الرحمن الرحيم عزيز من شهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكملنا لأنواع الجنباري اللي قلناها في الحلقات اللي فاتت النهاردة معنا جنباري الأزاز لابيض أبو ديل أذرق الجنباري ده بنلاقي جسمه كده أبيض ديله باللون اللي احنا شايفينه اللون الأزرق عشان كده بيبقى اسمه الأزاز لابيض أبو ديل أذرق وده جنباري بحر جنباري سويسي أسعاره بتتراوح من 400 ل 800 حسب الحجم من 222 حباء يعملوا كيلو 800 جنيه 25-35 حباء يعملوا كيلو 700 جنيه 30-35 حباء يعملوا كيلو 600 جنيه 40-45 حباء يعملوا كيلو 500 جنيه الصغير منه اللي هو بيقول عليه الدور 350 جنيه 400 جنيه النهاردة كمانا نتفرج على ده الصغير من الأزاز لبيض أبو ديل الأزرق 350 جنيه الحلقة اللي فاتت تتكلمنا على أبو شنب الزغير جنباري الملوخية جايب لكم النهاردة أبو شنب الكبير ده طبعا لما بنيجي نتكلم على الجنباري بنقول أبو شنب الشنب يعني مش الكابلات الكابلات دي بتبقى فيه الكابوريا والاستكوزة الأبو شنب الكبير بلونه المعروف وجسمه الناعم الجنباري جماعة ما بيكون طازة بتبقى أبيض شنبه أبيض راسه الجسم سليمة راسه مش منفصلة كده على جسمه بصوا قد نوعينهم قدامنا العبيدي اللي على اليمين ده وأبو ديل أزرق الاتنين دولة كبار في الحجم لكن أسعارهم صغيرة ليه راسهم مكسرة شايفين الجنباري ده ركز كده شوية في الصورة هتلاقي راسه مكسورة راسه معوجة جسمه مش أخذ نفسه كل الأنواع دي من الجنباري أو الأشكال دي من الجنباري ده ما كانش الجنباري طازة كده وأبيض لكن الأنواع اللي احنا شايفينها قدامنا مهما كانت أحجامها كبيرة على فكرة يعني مثلا الجنباري اللي قدامنا ده جنباري عبيدي وديله أزرق برضو مش أبيض والجنباري العبيدي أبي ديل أزرق المفروض من أنواع الجنباري الجامبو زي الجنباري الأبيض ده زي مثلا الطايجر اللي قدامنا كل الأنواع الأخيرة اللي أنا جبتها غير المعين الأولينيين فيهم سواد على الراس أو على الديل أو على الشنب ده بيقلد من سعرهم ده الجنباري الإماراتي طبعا الإمارات والخليج ملوك الجنباري والريبيان الجنباري الإماراتي بـ 320 معروف بلونه الأبيض والنقطة البرتقاري أو الأورنج اللي عليه على راسه ده جنباري مزارع ده جنباري الكوات المسلحة والكيلو بـ 320 جنيه فيه جنباري المجمد الجنباري المجمد شكل ده جنباري مجمد يا جميعه الجنباري المجمد إلى حد ما كده بصوا الشكل الجنباري الإماراتي جايبتول كل اتنين وراء بعض والجنباري المجمد الأحجام الكبيرة زي كده مثلا بيوصل لربعمائة جنيه لكن هو جنباري المستورد ومجمد غير الجنباري الإماراتي الجنباري الإماراتي صحيح يعني من دولة تانية لاجل بيجينا طازة وبيوصلش لدرجة أنه هو يتجمد وعلى فكرة فيه فرق كبير لما تنزل السوق يقول لك ده جنباري إماراتي عن أنه هو يقول لك جنباري خليجي خليجي يعني خليج السويس يبقى إيه بتاعنا من هنا وإماراتي يبقى فعلا الإمارات من دول الخليج وزي ما قلت حضراتكم في الحقيقة يعني هو من أحسن أنواع الجنباري إن أنا حتى أكلتها في حياتي هي كانت الجنباري في السعودية وفي قطر دي كان من أحسن أنواع الجنباري وهم أصلا معروفين الجماعة الخليجيين يعني شاء الريبيان ده الكابوريا الكابوريا الحجري كابوريا الحجري 150-200 جنيه 3 وحدات يعملوا كيلو ده الكابوريا الزكور والكابوريا الزكور دايما لونها أزرق وبطنها بتبقى مسلسة أخذ الشكل المسلس ده الكابوريا النهاردة أسعارها فيه من 50-60-70 في الأحجام الصغيرة والوسط فيه من 80-90-100 يعني اللي فوق الوسط والأحجام الكبيرة من الكابوريا فيه 150-200 وطبعا قلت فعل حضراتكم الحجري والإناس الكبيرة بتوصل ل250 جنيه دي الإناس دي متوسطة بـ 80-100 جنيه الإناس بيبقى لونها أصفر وبطنها بتبقى مكواصة كده لو شفنا البطن بتبقى يعني مكواصة علامة القوس عليها غير المسلسة جينا للشبار طبعا فيه فرق أساسي بين الشبار والبورتي عموما الشبار مفيش منه مزارع البورتي فيه منه مزارع وفيه منه بلدي الشبار الأخضر الجوابي ده اللي قدامنا عين سالم عين سالم الأبيض فيه منه شاوي منه قلي عادي جدا لكن الجوابي بيبقى شاوي بس ده جماعة سمكة الشخرم ودي جماعة سمكة معروفة في استويسو الغرداء والبحر الأحمر وإن شاء الله مرة تانية برضو هنتكلم على سمكة الشخرم وأنواع تانية من الأسماك اللي موجودة فيه استويسو ومش موجودة فيه محافظات تانية وده البورتي وده الفرق اللي كنت بقول لحضراتكو بين البورتي والشبار estable كان بادا اللي CONแعطا بإنسان أمود أمود اشتركوا في القناة